اجتماع يتعلق بيه الإسكندرية منطقة شرق الإسكندرية منطقة أبي قير في إسكندرية بنعمل إيه هناك؟ مصر بتعمل إيه؟ بتعمل مدينة في المية في البحر صناعية مدينة أيوة أيوة مدينة بنعمل مدينة في البحر ردمنا أو بنردم ونعمل هذه المدينة اللي هتكون زي ما بقوله كده مدينة عالمية بس منش أي مدينة؟ مدينة احنا كنا نتكلم على جيل رابع النهاردة نتكلم على جيل خامس مدينة من الجيل الخامس دي تقريبا أول مدينة في مصر هتكون من الجيل الخامس تقريبا هتكون فين؟ في البحر ده مخطط لهذه المدينة حضرتك مخطط لإيه؟ لهذه المدينة نتكلم على جزيرة صناعية البحر متوسط حيك شايف عايز أقول لكم الناس ممكن تفكر من دلوقتي الناس اللي هم فيه ناس أنا بتكلم على ناس فيه فئات من الناس أسرياء من مصر أو برا مصر يحبوا النوعية دي من السكن سيبك طبعا فيه ناس هيقولك شفت أحمد موس آي وأنا بقوله أنا بقوله على الهوى بقوله على الهوى فيه نوعية من الناس الأسرياء لأن أنا شفت ده في بعض الدول شفت ده في بعض الدول اللي قدامكو ده شفت في بعض الدول وشفت عاملين فيه إيه؟ ردموا البحر وعملوا مدن إحنا النهاردة ردمنا البحر وبنعمل مدينة أنا شفت أعايز أقول لكم في بعض الدول من غير ما أقول أسماء يعني أسعارها ثلاث واربع أضعاف أي مكان آخر في المدينة دي ثلاث واربع أضعاف المي أنت وسط المية أنت عايش في جزيرة وسط المياه المية زي ما أنت شايف كده مدينة عالمية بجد ومدينة من الجيل الخامس أول مدينة في مصر يتم بناءها بالكامل داخل البحر المتوسط داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط أنتوا عارفين ده يعني إيه حضراتكم؟ عارفين النقلة دي اسمها إيه؟ نقلة آه هي نقلة أنت بتستهدف مين؟ بتستهدف اللي معاه فلوسه يدفع شفوا أنتوا شفوا البلد بيجيه فلوس من إيه؟ والله بتجيه فلوس من الهو مية مش كان ده بحر 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 بقاله من مدى الحياة موجود طب الفكرة إيه هي؟ طب وليه لأ؟ الله؟ وليه لأ؟ عايز أقول لكم المدينة دي كسبانة قبل ما تشت... قبل أنا بقول لك أهو المدينة دي كسبانة هتتبع كلها محلاتها بدور السينما بتاعتها بمطاعمها بفلدها بشلهاتها بأبراجها باليخوت بال... أقول لك بيه تاني؟ بطيرات لو عاملين فيها حاجة خاصة مطار خاصة كده مطارات طيرات خاصة أعتقد ربما يكونوا مش عارف فيه ولا لأ مو يعملوا فيه ناس تحب النوعية دي بقول لها حضرتك عليها حتى لو مفيش ما عندك اسكندريا وعندك برج العرب قريبين ولكن بقولك فيه نوعية من الحاجات دي هتبقى آآآآآآآ نوادر عايز أقول لكم ilage م Recht الندية ومنتخابات يحبوا يقضوا أجازاتهم أو يحبوا يقضوا تدريباتهم مثلا منتخابات رايحة كأس العالم النهاردة رايحة قطر مهم موجودة في بعض الدول النهاردة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ دي ايه ما لازم تعمل له ملاعب يبقى عندك هنا ملاعب ملاعب على اعلى مستوى عندك كل احتياجات وانا هنا بقول رسالة مهمة الفرق والمنتخبات الكبرى ليفربول مثلا بيروح بعض الدول فاجسوا ياخدوا كده بعضهم يروح يتفسحوا او يروحوا يتدربوا او يروح يستجموا منتخبات اخرى انا عايز هنا يبقى عندي ملعب او يبقى عندي استاد او يبقى عندي مدينة اولمبية اقدر يبقى عندي حدث اقدر اعمل فيها بطولة يعني يكون عندي جزء من بطولات ينظم في هذا المكان هقول لكم ده هيكون عليه يعني ناس بتتسابق عشان نروحوا المكان ده نعود هنا انا بقول لكم المكان ده كسبان من النهاردة شوفوا بقول لك ايه على الهوى كسبان من النهاردة بلد بتجيب الجنيه يعني من مفيش بتجيب الدهب بتجيب ده هيدخل دهب للبلد دهب المشروع ده بعد السنتين هيكون خلصان بعد السنتين المشروع ده هيكون خلصان اللي قدامك ده بالمناسبة المشروع ده مشروع هائل عايز اقول لكم لو مساحاته حكته اقول لكم بعض الارقام كده لانه المشروع ده مشروع موضوع تاني الناس بقى اللي عايزة تتكلم على السسمار بقى وتتكلم على لا حضرتك هنا تقدر تاخد تعمل نقلة كبيرة قوي بتفاصيل كتيرة المشروع ده مساحة المدينة 1400 فدان تقريبا الكلية المساحة الكلية 1400 فدان الممر الملاحي لانه هنا هيبقى فيه كمان في ميناء في ميناء بيتعمل في ميناء موجود هنا في هذه المنطقة ميناء ابو خير هيبقى موجود ده اللي هيكون واحد من اكبر مواني على البحر المتوسط بالكامل ترجمة نانسي قنقر